الكلب بيت ولد اصلا عنده الاستعداد ان هو هيبقى اجتماعي علشان نجاوب على سؤال ليه الكلاب مخلوقات اجتماعية خلونا نجاوب على سؤال اهم مخلوقات اجتماعية وهي هل الكلاب بتبقى من معشرتها لنا مخلوقات اجتماعية ولا هي اصلا مولودة عندها الاستعداد الفتريل علشان نعرف اجابة الاسئلة دي فيه مصطلحات بسيطة جدا لازم نعرفها والمصطلحات دي هي مصطلح مستأنس وبرية المصطلحات دي مش وصف لحالة الحيوان فيها لأ ده الموضوع عمق بالكتب كتير جدا هم وصف لحالة الحيوان مولود بيها او بالاصح وصف لمجموعة من الصفات التشريحية والصفات الادراكية الحيوان مولود بيها وبناء عليها بيتم معرفة هل الحيوان ده مستأنس ولا بري وبناء عليه برده بيتم تحديد هل هو هيبقى اجتماعي بعد كده بسهولة ولا لأ وهيتعامل معنا كبني قدمين بكل سهولة ولا لأ وهيفهمنا بكل سهولة ولا لأ فلو جينا لمصطلح مستأنس فالحيوانات المستأنسة عمتا وعلى راسها طبعا الكلاب الحيوانات دي بيبان عليها شوية صفات تشريحية زي مثلا ان هي بتحتافظ بالصفات الطفولية بتبان جدا في الكلاب بص على شكل ديب وبص على شكل كلب او بص على شكل حيوان بري عمتا وعلى شكل كلب هتلاقي ان الكلب حتى بعد ما بيبلغه بيكبر وكده وشكله بيكبر بيفضل محتافظ لحد ما بالملامح الطفولية وهي حاجة بتسمى نياطني على عكس المخلوقات البريه عمتا نحيات البريه بتلاقي ان شكلها خلينا نشوف نسميها احد لما بتبلغ طبعا ما بتكبر بيبقى شكلها اكبر بكتير ما بتحتفظش بملامح من هي صغيرة والكلام ده كله من ضمن الحاجات برضو اللي بتفرق ما بين حيوان مستقنس وحيوان بريه هو الادراك وهو تفاعله مع البشر مستعدة بعمل ازاي حيوان المستقنس وعلى رأس الكلاب وطبعا زي ما هنقول بقى ان في منها الحسنة المستقنسة والحمير المستقنسة والمشيهة والكلام ده كله ولكن هنرجع لنفس النقطة ان الكائن المستقنس ده بكل بساطة هو عنده اول حاجة استعداد للتعاون مع البشر تمام في حالة الكلاب الموضوع بيت ولد عنده القدرة ان هو بكل سهولة يفهم اشاراتنا يفهم انفعلتنا يفهم شوية حاجات خاصة بينا فبنعرف ندربه من خلال ده تمام على عكس الحيوان البري اللي ممكن ما يبقاش اصلا حابب يتعاون مع البشر ويبقى عنده يعني حتك انه عايز يهرب ومش عايز يتواجد في حتة فيها بشر والكلام ده كله وكمان كون الحيوان مستقنس او بري وتأثير ده على الادراك بتاعه بيبقى فيه اختلافات كبيرة جدا تمام من ضمنها طريقة التعامل مع العالم الخارجي وطريقة حل المعضلات وطريقة الكائن ده شايف الدنيا بشكل عامل ازاي وبيتفاعل معها بشكل عامل ازاي وعلشان ما اطولش عليكم خلينا ناخد مسال بسيط جدا هنيجي مثلا من ناحية الكلاب هناخدها كمسال للحيوان المستقنس الكلاب بتعتمد على البشر اكتر في حل المعضلات يعني الكلب بتقابله حاجة معينة عايز يعملها هو من اول الحاجات انه هيستعين بمساعدة الانسان وهيستعين بتفاعلنا مع الحاجة دي او بان احنا بنوري له حل الحاجة دي او ان ازاي الحاجة دي تتعامل علشان تتعلم في حين ان الديب مثلا ممكن يواجه معضلات معينة ما يعتمدش فيها حتى لو ديب عايش مع بنا قدمين وتم ترويده والكلام ده كله ما يعتمدش فيها على مساعدة الانسان وهنا ده ما يدلش ان حد فيهم اسكم التاني لان كل واحد فيهم ليه عبقرية في حتة معينة واحد ليه عبقرية في انه يفهم الانسان اصلا وانه يفهم اشارات الانسان وانه يمشي ورا اشارات الانسان ويتدرب بسهولة والتاني عنده عبقرية تانية في حاجات كتيرة جدا خاصة ان هو في البرية ان هو يعرف يتصرف احسن وان هو يعرف يصطد احسن وان هو حاجات كتير بقى بالنسباله بتبقى احسن بكتير وهنا في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها وهي ان مصطلح مستقنس مالوش علاقة بالحيوان ده عايش معك في البيت او عايش معانك يا بنادمين في البيت ولا لا والمصطلح بري مالوش علاقة برضو بالحيوان عايش معانا ولا لا بمعنى لو حيوان او كلب مثلا عايش في الشارع او مولود في الشارع زي كلاب البلد اللي بنشوفها فهو مستقنس علشان جيناته شائلة كل المعلومات الوراثية اللي بتقول ان هو حيوان مستقنس بما فيها الادراك بتاعه وكل حاجة على عكس لو دي بعايش معك في البيت من هو صغير وبيسمع كلامك وكل حاجة هو في الاخر شائل الجينات اللي بتقول ان هو بري وما تمش استقناسه تخالص ولكن هو تم ترويده وده المصطلح الاصح لأي حيوان بري بيتم تعليمه ان هو يعيش مع البنادمين او حتى بيتولد عند البنادمين وبيتم ترويده وبيعيش معهم كل اللي فادة يوصلنا لاجابة السؤال اللي بدأنا به الكلام وهو ليه الكلب اجتماعي او هو اصلا الكلب اجتماعي عشان بيعيش معنا فبيتعلم ان هو يبقى اجتماعي فكل اللي قلته ملخصه بكل بساطة ان الكلب بيتولد اصلا عنده الاستعداد ان هو يبقى اجتماعي وبيتولد بلوكشة كده من الصفات تمام الوراثية الادراقية ان هو مستعد يتعاون معنا مستعد يسمع كلامنا مستعد يفهمنا بكل بساطة ومستعد يفهم اشاراتنا على عكس الحيوانات البرية فده مع التشجيع بقى او مع انه يعيش معنا والكلام ده كله الحاجات دي بتزدهر وتظهر ومن الجانب الاخر مع عدم التشجيع ومع عدم ان احنا ما ننزلوش مثلا ونشوف بني ادمين وانه ما يتعاملش مع بني ادمين او يعيش في الشارع او الكلام ده كله فالحاجات دي خلينا نسميها بتنتفي فهو اصلا مولود اجتماعي واحنا كل اللي علينا ان احنا نحافظ على الصفة الجميلة دي قوي عن طريق تنشية اجتماعية عن طريق ان احنا نخليه اصلا نوفر له بيت عن طريق ان هو يحتك بناس تانية ويحتك بالاحداث ويحتك بالشارع والكلام ده كله فنحافظ له على الحاجات اللي هو مخلوق بيها اصلا وعلى الحاجات اللي ربنا خليها جواه اللي بتخليه مستعد يسمع كلامنا ويتشارك معنا نفس المكان بكل اريحية ما يبقاش عايز اصلا يهرب بس كده اتمنى تكون المعلومة وصلت ورقاء المرة الجاية اللي تجيبوا فيها كلب او تتعاملوا فيها مع كلب خليكم عارفين ان هو كائن اجتماعي وكائن بيحتاج مننا ان هو يحتك بخبرات ويحتك بالاقدمين وساعدوه ان الصفة دي تنمو فيه مش ان هي تمتفي بس سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة